MS Oasis of the Seas استجرت شركة رواي الكاريبيان أكثر من 500 مهندس بحري لبناء هذه السفنة السياحية الضغم في غضون ثلاث سنوات فقط هذه السفنة تجمع بين الفخمة والراحة لسياحة ولديها طراز السفن الصغيرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومجموعة لا تصدق من الأعمال الفنية بالإضافة لأكثر من 7000 لوحة فنية للفنانين العالمين هذه السفنة مكونة من 17 طابقا بينما طولها يصل إلى 361 مترا وتزن أكثر من 125 ألف طن وبالتالي يمكن أن تستوعب حوالي 6300 راكبا دون إدراج طاقما مكون من 2160 شخصا هذه السفنة السياحية العملاقة مجهزة بأحدث تطورات التكنولوجيا الهندسية الرائعة والبناء البحري ويمكنها تطهير المياه وتترجع عن مساراتها عند الذهاب تحت الجسور وخلال عملية بناء هذه السفنة كان من الضروري استخدام 25 ألف متر مربع من الفلاذ و5000 كيلوغرام من الكابل و600 ألف لتر من طلاء هذه السفنة هي عملاقة حقيقية مجهزة بحوالي 2700 جناح حصري MSC أوسكار ذير أوسكار ذير هو سباق قوي بين مصنع سفن نقل الحويات للحصول على لقاب جيد لأكبر سفنة نقل البضائع في العالم كانت سفنة سابقة CSCL Globe أكبر سفنة لنقل البضائع في العالم لمدة شهرين فقط وابتداء من 14 يناير عام 2015 تم إطلاق سفنة MSC أوسكار ذير وبشكل مثير لصدمة هذه السفنة يصل طلوها 5 أمتار فقط وهي صغيرة بالمقارنة مع سفنة CSCL Globe وفي نفس الوقت جيدة ورائعة لأنها الأفضل فيما يتعلق بسعة شحن حيث يمكنها نقل ما يصل إلى 19124 من الحويات ويصل وزن حمولتي الإجمال إلى 197362 ألف طن كما أنها مجهزة بالمواد المقاومة الإضافية لتتجوز أسوأ وضاع الأرصاف الجوية حتى لو تم ملوها بالكامل وتقع البنية الفاقية للسفنة في الوسطة وبالتالي فإن إجمال طول السفنة لديها مساحة للسيع بثلاثون شخصا حيث يمكن لمحطة الدفع الخاصة بسفنة توليد طاقة كافية تصل 16 ميجاوات وتحريك المروحية مع خمس شفرات تشعل السفنة تنطلق بسرعة كبيرة في الماء حيث تصل السرعة إلى 42 كم في الساعة هذه السفنة هي أفضل حاملة طائرات في العالم ويمكن أن يصل وزن حمولتي إلى 100 ألف طن وهي أكبر السفن الحربية من نوعها في العالم وقد تم إنتاج أول سفنة نيميتاز في عام 1975 في حين أن السفنة العاشرة والأخيرة من هذه الفئة تدعى جورج إيتش دابليو بوش تم إنتاجها في عام 2009 ولكن سفنة نيميتاز كانت تقوم بعملها في المحيطات لمدة تصل أثر من خمسون عاما وتحتاج إلى صيانة متوسطة واحدة فقط سفنة حاملة طائرة نيميتاز يصل طولها الإجمالي إلى 330 مترا وارتفاعا 77 مترا ويمكن أن تحمل 90 طائرة مقاتلة في نفس الوقت ويمكن لهذه السفنة أيضا أن تستوعب من 3000 إلى 3250 من أعضاء طاقم الجوي و500 أشخاص آخرين مسؤولين عن تشغيل هذه السفنة الحربية العملاقة سفنة مولير مارسيك هذه السفنة الضخمة تعتبر حاليا ثاني أكبر سفنة لنقل البضايع في العالم ويمكنها أن تحمل ما يصل إلى 18270 من الحاويات هذا النوع من السفن لديها حمولة من الوزن ثقيل تصل ما بين 165 إلى 1000 طن ويصل طولها الإجمالي إلى 399 مترا وارتفاعا 59 مترا وعرض سطح السفنة يصل 14.5 مترا ويوجد 20 سفنة من هذه الفيات تبحر في محيطات العالم وهذه الهيكل الذخمة لسفنة مدفوعة بنظام متكامل مع محركات تصل قوة إلى 30 ألف كيلو واط ونظام زرداد الحرارة من السفنة يوفر حوالي 10% من استهلاك الطاقة من قبل المحرك الرئيسي ومن المعروف أيضا أن هذا النوع من السفن يقالل بعثثا أكسيد الكربون لكل حوية بنسبة 20% مقارنة مع سفن نقل البضائع السابقة بلو مارلين يبدو أنه من غير ممكن أن تقوم سفنة بنقل حمولة يصل وزنها 75 ألف طن في رحلة واحدة فقط ولكن سفنة بلو مارلين هي سفنة شحن التي يمكنها النقل النفط ومنصة حاملة طائرات وحتى سفن البضائع الأخرى وحجم سفنة مثير للإعجاب حيث يصل طولها إلى 225 مترا وارتفعها 47 مترا وسطح سفين الرئيس يسوي حجم ملعبين كرة القدم ولكي تعمل هذه السفنة الضخمة هناك حاجة لعيدة محركات الديزل بقوة 70 ألف حصان وقد استخدمت هذه السفنة لنقل البضائع ذات الوزن الثقيل للغاية بما في ذلك نقل السفن العسكرية مثل وحاملة طائرة الأسترالية وهذا ليس حتى نصف البضائع التي نقلتها سفنة بول مارلين حيث كانت هذه الآخرة تستخدم لنقل أكبر منصة نفطية بحرية في العالم في ديسمبر عام 2014 تم إنتاج سفنة سي اس سي ال جلوب الخاصة ذات القدرة على نقل 19 ألف ومئة من الحاوية الضخمة هذه سفنة مملكة من قبل شركة خطوط الشحن الصينية وهي أكبر سفنة لنقل الحاوية في العالم السفنة الضخمة سي اس سي ال كبيرة جدا حيث يساوي حجمها أربعة ملعب كرة القدم بطول مئة متر وشركة المسؤولة عن سفينة قد أعلنت على أن طولها الإجمالي يصل إلى أربعمائة متر وارتفعها ستون مترا سفنة الشحن الضخمة هذه التي تم صنعتها في أحواض بناء السفن بكوريا الجنوبية يمكن أن تحمل 19 ألف ومئة من الحاويات ذات الحجم القياسي وإذا وضعت جميع الحاويات بطريقة مضغوطة فوق بعضها البعض يمكن أن تشكل هرما جبليا أعلى خمس مرات من جبل إفريست ويمكن لسفنة نقل مئتين مليون قرص إلكتروني في رحلة واحدة فقط بريلود إف إل إن جي تعاونت شركة شيل النفط مع تيكنيم والسامسونج لإنجاز هذا المشروع حيث ورادوا بناء وكبروا جسم عائم في العالم هذه السفنة تم تصميمها لإسخراج مئة وحشرة ألف برميل من النفط يوميا حيث تم بيناها باستخدام أكثر من 260 ألف طن من الفلاذ وهو ما يعادل أربع مرات أكثر من الفلاذ الذي استخدموه في بناء جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو سفنة بريلود العملاقة يصل طولها 488 متراً وعرضها 84 متراً وتزن 600 ألف طن وتم تصميمها وإندادها بطريقة مقاومة لسوء ظروف الأرصاد الجوية وستكون قدرة على المعالجة والحفاظ على قيمة الغاز الطبيعي المستخرج وزيادة على ذلك يتم دفع هذه السفنة بمحركات تصل قوتهم 6700 حصان وبالتالي فإن هذه السفنة ستسمح باستكشاف المصادر الجديدة للطاقة في الخارج وستقوم بمعالجة حوالي 3.6 مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً بهدف الاستعداد لمتطلبات متزايدة في السنوات المقبلة